جداً رائعة هبليش أشير رأس البطاطا جيبوا رأس بطاطا كبير لحتى ما تستعملوا أكتر من الرأس هيك تريحوا حالكم جيبوا حبة البطاطا بتقطعوها بالنص وبدنا نقطع على شكل مكعبات يكونوا ما كتير صغار وما كتير كبار هاي فينا عندي بهذا الحجم لازم تطوع نجيب هلأ جزرة صغيرة من أشرة بتجيب هلأ نتخلى على طرف طبعه ونرجع من قصه بالنص مثل ما هي ناخدها مربعات صغيرة بقلب طنجرة صغيرة ننضيف نصف لتر من المي أول ما المي بلشت تغلي عندي هبلشت حبات البطاطا يلي قطعناهم مع بعض بعد مرور من الوقت عشرة دقائق هلأ رح شيلها من المي وصفية شوفوا عندي كيف حبات البطاطا صارت ما تخلوه أكثر من عشرة دقائق نفس المي اللي سرقنا فيها البطاطا هنضيف معهم الجزر يلي قطعناهم هلأ بعد مرور من الوقت خمس دقائق ما أخذ معي الجزر كتير وقت لأنه أبطعته صغير حبات البطاطا شفتوها كيف المكعبات كانت أكبر من حبات الجزر فهلأ خمس دقائق وبتشلوها من المي بتصفوها كمان وخلوا المي هي زاتة بعد نسلق فيها كمان شغلية خليكم معي بالفيديو اللي مش عامل لايك لهذا الفيديو يعني اللايك هلأ هلأ عندي حبات البازالة هون هبلش سقطهم بقلب المي هلأ للصوص رح أخذ ثلاث معالق مايوناز كبار ثلاث معالق كمان لبن يكونوا كبار هلأ حضيف عندي هون مع الميوناز واللبن اللي حقيناهم مع بعض عندي هون فلفل أسود بيرجع عندي ملعة ملح وعندي الأوريجانو هنضيفهم كلياتهم فوقلوشها مكونات هضيف معهم عصرة صغيرة من الليمون الحامض هلأ هبلش حركون كتير منيح لحتى البهارات اللي حطيناها مع بعض لمزش كلها مع بعضها سواء شايفين هلأ هبلش سقط عندي حبات الفطاطي اللي سلقناها هاخد معهم الجزر يلي سلقناهن طبعا كلهم باردين نحن سلقتهم ورجعت عملت الصوس لابا ما عملت الصوس فهو دي شو صاروا عندي باردين على الآخر بيرجع عندي البازالة الصوس يلي عملناه هلأ حنسقطه فوق هالمكونات كالا ياتا هلأ بلشت اخلطهم كتير منيح لحتى الصوس يلي عملناه مع بعض هيك يشربوا البطاطا وتشربوا الجزر والبازالة لايكوا هيدا المنظر كيف تعلها عندي هون هلأ على البرات ما نحطها لمدة نص ساعة بس لحتى تبرد معنا هاي اللحظة ناطرة سلي فترة بسم الله جدا رائعة طيبة انا عزيمة كتير طيبة جربوها وعطوني رأيكم بالتعليقات وازا بدكن فيكم اندفولة الدرة بعد كما تطلع طيبة بس انا عملت بايدي الطريقة شفاي مختلفة عن العادة عطوني رأيكم بالتعليقات ما تنسوا تعملوا لايك في هذا الفيديو واحفظوا عنكم وشارلوا لرفقاتكم واللي مش مشترك بهدي القناة يشترك هلأ بحبكم كتير وشبكم وصفات بعض جديدة تبولي بالتعليقات لايكوا المنظر اشتركوا في القناة